اشتركوا في القناة من الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على نسماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي من الذي ينادينا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أليس هو الله إنه الله الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين إنه الله الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعدرة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزلها رحيما لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين لا إله إلا الله إذا أحب الله أهل الإيمان ولا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو والإحسان أين نحن عن فضائل الله على عباده قف وتأمل فكر وتفكر إذا أقبلت على الله والله ما إن تفكر في العودة خلال الله ولو أتيت بالذنوب والخطايا فتبدأ بالوضوء حتى لو كان أول وضوء لك في حياتك فتتنزل عليك المغفرة تتنزل عليك الرحمة ويقولها لك نبيك عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه أي الماء الذي يتوضع به فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فتخرج بعد وضوءك مقبلا تائبا تأتيك البشرى الثانية من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحتت عنه ذنوبه وخطايا فلا إله إلا الله فتنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب الأرض والسماوات وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحتت ذنوبه ومحيت خطاياه وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله إلا غفر الذنوبه وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله جلس لله جلس لله وفي الله ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر فإذا جلس معهم صعدت الملائكة فسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم فيقول ما كان من شأنهم فيقولون أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك قال ماذا يسألونني قالوا يسألونك الجنة قال هرأوها قالوا لا قال فكيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها ثم يقول مما يستعيدون قالوا يستعيدون من نارك فيقول وهرأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة إن فيهم فلانا عبدا خطاءا كثير الذنو إنما جاء لحاجة فجلس معهم فيقول أرحم الراحمين يقول الله وهو خير الغافر وله قد غفرت وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيا من تؤخر التوبة يا من تؤخر التوبة إلى متى إلى متى من لك غير الله من لنا غير الذي لا إله سواه من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشا والله ثم والله ما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه والله لو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك حينما رحمني الله بالإناذة إليه من تاب إلى الله يا عباد الله من تاب إلى الله تاب الله عليه ومن أناب إلى الله أحبه الله وأوى بل وفقه لكل خير والله ما إن يعود إلى الله حتى يغذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها